السلام عليكم كديرين لبس عليكم نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفة جديدة كما تشوفوا معي سوف نوجدوا صوص كراميل غزال و هائل في الماضي و باقل الاشياء فهو رخيص سوف يطلع لكم رخيص ثلاثة المكونات فقط و بقل من 5 ديال التراهم و نحتاجه بزاف في المطبخ اهزارة substitution كيك حتى القناة و لا عزين لنقبل نوبائك ايày سين unconscious اراه رخيص و ان تركيهم و اشترك في القناة وافعل جرس يكونوا يدخل تعبوا و يضجوني ليعطيكم و ان شاء一定 اذنже اشتركوا في القناة بالنسبة لطريقة التحضير نحتاج مقلات تكون تقيلة المهم تكون تقيلة حتى إذا كانت خفيفة ستحرق السكر ونضع فيها السكر سندة أو السكر الخشين ونضع فيها كاملة ونضع فيها فوق البطاة ونضع المقلات فوق النار ونقصها حتى تكون النار ونضع السكر استطيع نضع السكر لا تحركوا كما ترون معي هنا السكر يدوب فأنا نستطيع ان نحرك ونساعده كامل حتى لا يتحرك ويكون على بقى السكر على النار مهيلة لنجهد السكر خصوصا لاول مرة سوف يضع السكر فعندما يتحرك السكر لا تنجح لكم الوصفة ضروري تكون النار مهيلة والإناء اللي توجد فيها سوف يكون إناء ثقيل لا يكون إناء خفيف لأن إناء خفيف ستحرق لكم السكر فنبقى نساعدها كمرة مرة نحرك حتى تدوب ليادي ثاني دم جيد كاملة فهو لا يأخذ معنا وقت بزيف يجب أن نضيفه لكي لا يحرق لنا السكر ونضيف كذلك قبصة الملح فالملح هنا ضروري أن نضيفه لأنه هو الذي يعدل لنا الضوء في السوس كراميل يعدل لنا السكر كما ترون معي يجب أن نحركه لكي لا يحرق لنا السكر ويجب أن يدوب لنا جيد لكي يجب أن يكون السائل بني لكي يبلغنا أنه صافرة هو داب نستمر في التحرك دائما هنا كما ترون معي ذلك السكر أو سائل بني سوف نضيفه الماء مغلى سوف نضيفه لكي يطير لكي يضيف الماء لكي يضيف الماء مغلى لكي لا يتحجر لكم السكر كما ترون سوف نضيفه لكي يجب أن يضيف الماء كما ترون معي لكي يضيفه لكي يضيف الماء سوف نضيفه لكي يضيفه نضب الملعقة أنه يدوب نحرك فيه ضروري أنكم تبقوا في هذه المرحلة أنكم تحركوا وتساعدوا السكار لكي يدوب وضروري بالنسبة للمبتدئات لأول مرة سوف يصيبوا السوس كراميل تردوا البال مزيان في المرحلة لكي زدنا الماء المغلرة يطير لنا السكار كما قلت لكم نأكد على هذه النقطة لأننا نضيف الماء لأننا نضيف الماء سوف نضيف البال وتكون لدينا ملعقة بالنسبة لأدابة تكون قليلا طويلة لكي لا تكون قريبة للإناء ونستمر بحلقة نضب السكار لا يأخذ معنا وقت ونرى النتيجة وهذا الشجاع سوف يأتي هائل لا تكون قريبة ونردوا لذلك لا تكون حجرة ونردوا لذلك حتى يحضروا لذلك تكون مجموعة لذلك لذلك كامل نستمر في التحرك حتى يدوب ليدك السكر كامل كما قلت لكم لا يجب أن يبقى فيه شيء لا يأخذ معنا الكثير الوقت يأخذ معنا 3-4 دقائق ونحرك حتى يدوب ليدك السكر كامل ونحرك كما ترون معنا هنا يبدأ يدوب ليدك لديك السكر لديك السكر لديك السكر ونحرك من خلال النار هنا يوجد السكر لديك السكر ونحرك نحرك من خلال النار بعد أن يحرك من خلال النار سنضيف 150 جرام الشوكولاتة البيضاء ونحرك حتى يدوب ليدك السكر كامل كما قلت لكم تستطيع التحكم لديك السكر لديك السكر لديك السكر لديك السكر لديك السكر وحسنت وستقيم في القوتي نغد أنها شوكولاتة البيضاء ونحرك tool ونح infilt ثم كما ترون نرى بقي سائل نحرك جيدا حتى يدوب بقي شوكولاتة نحرك جيدا حتى يدوب بقي شوكولاتة البيضاء كاملة نتأكد ان لا يدوب بقي شوكولاتة نضعه في إينا ونضعه في طلاجة نضعه في طلاجة نرى كيف يدوب بقي شوكولاتة نضعه في طلاجة المضاق هذا هو السوس كراميل الذي وجدنا اليوم كما ترى معي القوام من بعد ما برد يأتي الغزال والمضاق هائل وهو صالح لجميع تزيين جميع الحلويات كيك وغلاس وبانكيك نحتاجه بثائف نضعه في المطبخ وانتم تحكموا في القوام كما قلت لكم يمكنكم تضيفه كمية أكثر الشوكولاتة البيضاء لكي يأتيكم عاقد فأنا اضفت كما قلت لكم 150 جرام الشوكولاتة البيضاء لكي أعطاني هذا القوام يأتي الغزال وبصحة والراحة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يوصلكم دائما الجديد وما تبخلوش علي بلايك وانتلقوا في فيديو مقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا